السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود أحمد بدون نوردة نتكلم عن موضوع بسيط ولكنها حاجة مهمة جدا ولازم انت تكون عارفها ايه الفرق بين print و return في functions يعني انا روباك تب function ايه الفرق بان انا في الاخر اعمل print لل value و ايه الفرق بان انا اقول return لل value طيب خلونا كده نبدأ انا افتح ملف و نفترض subline بسيط تمام اول و خلونا كده نكبر الخط و خلونا كده بساطة بساطة خالص نكرية اثنين function واحدة بتدرنت النتيجة واحدة تانية بترترنت النتيجة لنشوف ايه الفرق بين اثنين طيب انا اسايف الملف ده هنا على desktop مثلا او في التاتوريالز اسايف الملف و اذا اقول مثلا test function .by بس تماما تركز باكده معايا دلوقتي انا اعرف function عادي اكتب div و ال div اسمي الفنكشن بتاعتي sum باثنين ام او اسميها sum واحد مثلا و ده اللي بتاخد مني ال x و y يعني بتاخد مني متغيرين وبعد كده هي باختصار بسيط بتعمل print بتطبع لي ال x زائد ال y تتماشي سايف كده اعوز تست الفنكشن دي اقولك بسيطة خالص انا ها افتح الفولدر بتاع التاتوريالز و افتح طبعا انت لو شغال على حاجة زي بيت شورم او الفيس كود او كده ممكن ترن الكود عادي لكن انا ايه ارن الكود عن تروي الترمينال من هنا من هنا هاجه هون هم اقل بايسون بعد كده هم اقل test function و امضغط enter هتلاقي ايه مفيش حاجة تم تلاقي عشان انا لحد الان ما استدعتش الفنكشن انت عارف ان في اي فنكشن بعملها لازم الاول يتم استدعاءها طب هاجه اعمل ايه و اما انا جاي هنا و اقوم كاتب some واحد و اقوم اعطلها ال content اللي انا عاوزه و اقوم افترض مثلا اثنين و خمسة يبانا دلوقتي اعمال تدلة بسيطة وبتاخد مني ايه اثنين و خمسة وبتروح ايه تطبع لي الجامعة بتاعها ماشي تعال هنا كده نفذ enter فطبع لك ايه سبعة ده اللي ايه اللي اخد الخمسة وجامعة زي الاثنين مفش عند ايه مشكلة تمام طيب لو انا عملت نفس المثال ده بس بال return الموضوع هيب ازاي اقول لك تعال اده اصدف sum اثنين بتاخد مني بردو ال x وال y تمام وبعدين بترتيرن ال x زائد ال y يعني اصلا هترجع بال x زائد ال y تمام اعاوز اعمال استدعى دي فاستدعى بنفس الكويل اقول sum اثنين لي الاثنين والخمسة بابر فالمفروض الاثنين والخمسة مجموعهم كام سبعة ماشي هاجي هنا هنفذ اوه فطبع لي سبعة بس طب هي الدلة دي ما تنفذتش لاي تنفذت طب اتأكد ازاي انا تنفذت اقول لك بسطة اوه انتعال انا اهو نكتب جملة print فيها ونقالين مثلا in sum 2 انا جوه sum 2 وتعال كده ننفذ فتلاقي in sum 2 جملة print اللي انا كتبتها جوه ال function التانية اتنفذت طب ليه انا هنا معرفتش ان انا مطلع ليش نتيجة اصل ال return مش بتطبع يعني ايه بقى؟ عاوزو ان نوضح الفرق اوه ال print هي حاجة خاصة بالطبعة function خاصة بالطبعة تستخدمها في اي مكان لكن ال return انت بتستخدمها في ال function بس وهي بترجع بالكومة دي value اللي function بتعمل كل العمليات بتاعتها وبكاية ترجع بيها طب يعني ايه ارجع بيها؟ يعني انا اقدر احطها المتغير واتعامل معها مش فاهم اقول لك تعال هنفترض مثلا ان sum 1 داهم قيل لل x بتسوي sum 1 تمام وما انا قيل هنا برنت ال x حلو؟ يعني اعطيته ايه عملت متغير بيسوي كومة الدلة كومة جمع ال 2 وال 5 وعملتها لتبعة قاعدة خاصة تمام وقتك انت هنا تم قيل ال y بتسوي sum 2 تمام وبعد كده تقوم انت طابع ال y حلو اول تعال كده ننفذ ال print ننفذ ال code هتلاقي اول حاجة طبع لك ايه؟ طبع لك سبعة وبعد كده ننفذ وبعد كده سبعة تقول لي مش فاهم اقول لك بسيطة اول حاجة خالص هو بينفذ ايه؟ بينفذ بيسون بتمشي من فوق لتح فمشت كده فلقت السطر ده x بتسوي sum ال 2 وال 5 فراح مننفذها الدلة ديا واعطيها ال 2 و 5 رح تدلة طبع x زق دوائي رح تطبع لك سبعة دي اول كومة طبعت تمام وبعد كده رح تطبع لك x فراح تطبع ننفذ هلا تب ال x بننفذ ليه؟ ومش ال x كمت بسبعة اللي هي القيومة اللي الدلة دي انجمعهم اقول لك لا ليه؟ اصل الدلة مفيش فيها ريتيرن فمادام الدلة مفيش فيها ريتيرن مفيش فيها ريتيرن مفيش بترجع بحاجة فهي بترجع بننفذ تبقى ننفذ فعشي كده تطبع لك ننفذ لكن بالعكس تحت لما جيه نفذ ال y بيتساوي سم 2 2 و 5 وجيت تطبع ال y لقيت ال y لها كيومة ال y بكام؟ بسبعة يعني هنا هنا عشان فيه print فكان بيطبع لكن هنا بالريتيرن لا الكيومة اللي راجع بها الدلة اعرف حطها المتغير واعرف اجمعها واضربها واقسمها وانفذ عليها اللي انا عاوزه طيب اشوف مثال توضيحي تاني انا هاجي هنا واسايف ده واسميه تاست فانكتو دوت بي وي ماشي وهكريت نفس الدلة يعني هاجيب الدلة دي كده وهكريتها لك انا عشان اوضح لك المثال بس بطرعة تاني ماشي الدلة دي ال x بتقول له ال x بتساوي سم 1 ال 2 و 5 و ال print ماشي اعزو ان ننفذ الكود ده اقول لك تعال اذا بايسون وبعد كده test funk to بي وي فطبع لك سبعة و نم قلنا السبعة دي لها جملة print دي والنم اللي هو print طيب لو انا سبت كل حاجة زمية و شلت بس ال print و كتبت return بس ايه اللي يحصل تجي تنفذ طيب ما فيش نن و رجعلك بسبعة ليه؟ اصل دلوقتي الدلة بترجع بحاجة يعني في return مدام كلمة return موجودة يبقى دي الحاجة اللي الدلة هترجع بها فدلوقتي الدلة رجعت بها فالكومة اللي رجعت تلحت للمتغير x فبقى ال x كمت وملكومة الكومة اللي رجعت بالدلة وبعد كده تعرف تطبعها طب ممكن اضربها وممكن قسمها وكده اقول لك اه اضرب كده ال x في اثنين اهو تعال كده run فقول لك 14 طب لو دي كانت return ايه اللي هيحصل اقول لك طب بس نعمل كدير للشاشة عشان اقول لك اقول لك ال error اللي يحصل انا هنفذ اهو تمنا بيرتورن زمية بس كده تعال بقى كده ننفذ error ليه؟ وقال لك type error and support it type s for none type وانت يعني ايه؟ يعني انت الوقت عندك رقم انتجر لول اثنين وانت دلوقت عاوز تدرابه فين؟ في النن حسن ال x دلوقت مهلاش كيومة ليه؟ حسن الدلة مش بترجع بحاجة الدلة بتطبع بس لكن مش بترجع فاي حالين الدلة بتطبع بس مش راجع فال x كمتها بنن فابتجد تقول print x of 2 فانت كده بتطبع النن فكده ما بقاش اي فايدة تامي الفكرة؟ يبقى انا تلخصا للموضوع print مجرد function بتطبع لكن return هي الكلمة اللي بترجع بها ولازم ال function يكون لها return عشان تعافي تستخدمها بعد كده في حاجات كتيرة جدا ده كان فيديو بسيط نحاول نشوف الفرق بين print والreturn دس في فيديو سينة كتير نشوف بعض التبس والتركس اللي موجودة في بايسون في موضوع بسيطة وفيديو بسيطة جدا شوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته